كتاب العلوم الحياتية للصف العاشر الجزء الأول الوحدة الثالثة الفصل الأول ثالثاً تكاثر الفيروسات من الصفحة الخامسة والسبعين إلى الصفحة الثامنة والسبعين. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة وهي مشروع النص المسموع للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ثالثاً تكاثر الفيروسات تبدأ كل إصابة فيروسية بدخول الفيروس أو ماندته الوراثية للخلية الحية. ولمعرفة كيف يحدث ذلك تفحص الشكل ثلاثة خمسة. نحظ شكل كل من المستقبلي على سطح الخلية والبروتين على سطح الفيروس. ثم أجب عن السؤال الذي يليه. الشكل ثلاثة خمسة توافق شكل بروتينات سطح الفيروس مع مستقبلات الخلية. المستقبل، الخلية ألف، والخلية با، المستقبل، وأيضاً في المنتصف الفيروس. أي الخليتين، ألف، أم با، يستطيع الفيروس الدخول إليها؟ لعلك استنتجت أن الفيروسات تدخل في الخلايا عندما يتوافق شكل بروتينات على سطح الفيروس مع شكل المستقبلات على سطوح الخلايا، كما يتوافق القفل مع المفتاح المناسب. لاحظ الشكل ثلاثة ستة. الشكل ثلاثة ستة، دخول الفيروس لخلية العائلة الحية. الشكل مكون من ثلاث صور، واحد، اثنان، ثلاث، تمثل مراحل دخول الفيروس لخلية العائلة الحية. ما الأحداث التي تلي دخول الفيروس للخلية؟ تتبع الفيروسات أثناء تكاثرها دورتين، الحالة والاندماجية. ومن أشهر الأمثلة على الفيروسات التي تتمكن من التكاثر بهتين الطريقتين، الفيروسات أكلة البكتيريا. واحد، الدورة الحالة. شارك زميلك في تتبع مراحل الدورة الحالة في الشكل ثلاثة سبعة، ثم أجيبا عن الأسئلة التي تليه، وشاركا بقية الزملاء في إجابتكما. الشكل ثلاثة سبعة، الدورة الحالة لفيروس آكل البكتيريا. ألف، يرتبط الفيروس بخلية البكتيريا. با، يحقن الفيروس مادته الوراثية ويسبب تحلل المادة الوراثية للبكتيريا. جيم، تتضاعف مكونات الفيروس. دال، تتجمع مكونات الفيروس. ها، تنتفخ الخلية وتنفجر. واحد، كيف تعرف الفيروس آكل البكتيريا على البكتيريا في المرحلة ألف؟ اثنان، ماذا حدث للمادة الوراثية للبكتيريا في المرحلة با؟ ثلاثة، ما المرحلة التي تتجمع فيها مكونات الفيروس لتشكيله؟ أربعة، كيف تحررت الفيروسات في المرحلتها؟ تتعرف الفيروس آكل البكتيريا، البروتينات الموجودة على سطوح البكتيريا، بوساطة الخيوط الذيلية، كما في الشكل ثلاثة، سبعة ألف. ثم ينضغط الغند ويحقن الفيروس مادته الوراثية داخل خلية البكتيريا. وفور دخول مادة الوراثة الخاصة بالفيروس، يتفكك الـ DNA الخاص بالخلية، كما في الشكل ثلاثة، سبعة. ثم تتضعف مكونات الفيروس، وتتجمع بعد ذلك لتكون فيروسات كاملة، كما في الشكل ثلاثة، سبعة جي مودال. فتنتفخ خلية البكتيريا، وتنفجر محررة مئة إلى مئتين فيروس، خلال ساعات من بدء الإصابة، كما في الشكل ثلاثة، سبعة ها. ثم يقوم كل فيروس من هذه الفيروسات بمهاجمة خلية بكتيرية جديدة. كيف تختلف الدورة الاندماجية عن الدورة الحالة؟ اثنان، الدورة الاندماجية. تتبع وزميلك خطوات مهاجمة الفيروس آكل البكتيريا لخلايا البكتيريا، واندماجه مع معدتها الوراثية في الشكل ثلاثة ثمانية الآتي، ثم أجيبها عن الأسئلة التي تليه. الشكل ثلاثة ثمانية، الدورة الاندماجية. ألف فيروس، با، خلية بكتيرية، فيها المادة الوراثية للفيروس والمادة الوراثية للبكتيريا. جيم، استدارة DNA الفيروس. دال، يندمج DNA الفيروس مع DNA البكتيريا. ها، تنقسم خلية البكتيريا. وتؤدي إلى، في الظروف غير الملائمة، قد ينفصل DNA الفيروس ليتبع الدورة الحالة. في الظروف الملائمة، تنقسم خلية البكتيريا مرات عدة. واحد، صف ما حدث في المرحلتين ألف وباء، وقارن ذلك بالمراحل الأولى من الدورة الحالة. اثنان، صف ما حدث لـ DNA الفيروس في كل من المرحلة جيم والمرحلة دال. ثلاثة، ماذا ينتج عن تكاثر البكتيريا في المرحلة ها؟ أربعة، هل يمكنك تفسير سبب تسمية هذه الدورة الدورة الاندماجية؟ لعلك استنتجت أن بعض الفيروسات تحقن مادتها الوراثية داخل الخلية العائل، ثم يأخذ الـ DNA الخاص بالفيروس شكلاً حلقياً، ويندمج مع المادة الوراثية الخاصة بخلية العائل، لذلك سميت هذه الدورة الدورة الاندماجية. وعند انقسام خلايا البكتيريا وتكاثرها، تنتج بكتيريا مادتها الوراثية تحتوي المادة الوراثية للبكتيريا والفيروس معاً. ولكن، في الظروف غير المناسبة للبكتيريا، قد ينفصل الـ DNA الفيروس عن مادة الوراثة لخلية العائل. ويبدأ الفيروس بالتكاثر بالدورة الحالة التي درستها سابقاً. ماذا يحدث لو أصابت الفيروسات الإنسان؟ تتكاثر الفيروسات في خلايا الإنسان بإحدى الدورتين، الحالة أو الاندماجية، وينتج عن ذلك ما يسمى الأمراض الفيروسية عند الإنسان. فما هذه الأمراض؟ النهاية أنت تخفى الموافق والفيروسات التي يحتاجونها بيشاهدها. وينتج عن ذلك، وينتج عن ذلك الم المطلوبية، وينتج عن ذلك المشاكل؟ نحن تشاهد لأن ذلك المشاكلة المشاكلة المشاكلة.